هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا زمنا كان فيه مهملا لا يعرف وقيل أن الإنسان هو آدم إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنا خلقنا ذرية آدم من ماء أمشاج بمعنى مختلط نبتله يعني نختبيره فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه ذا سمع وبصر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا بينا له طريق الهدى والضلال طريق الإيمان والكفر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا هيئنا لمن كفر سلاسل من نار تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ونارا تسعر بها أجسامهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن المؤمنين يشربون من كأس قيل أنه الخمر يخالطه الكافور ما هو الكافور يا رب؟ قال عين يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا هي عين في الجنة يشرب منها المؤمنون يقودونها حيث شاءوا يوفون بالنذر بمعنى يؤدون النذر الذي كان عليهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني يخافون عذابا ممتدا وطويلة ويطعمون الطعام على حبه يعني يتصدقون بالطعام على الرغم من شهوتهم لهذا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا يتصدقون بهذا الطعام للمسكين واليتيم والأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نطعمكم الطعام رجاء بثواب الله ورضاه ولا نطلب منكم مكافأة ولا شكرا على ذلك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نفعل هذا لعل الله يرحمنا في يوم تكون الوجه عابسة يوم ضيق وطويل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا دفع الله عنهم شر هذا اليوم وأعطاهم بياضا في وجوههم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بما صبروا في الدنيا أثابهم الله في الآخرة دخول الجنة ولباس الحرير متكئين فيها على الأرائك متكئين في الجنة على السرور لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا قربت منهم ظلال الأشجار وسكرت ثمارها يتناولونها كيف ما شاءوا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوام كانت قواريرا الخدم يدورون عليهم بأواني الطعام التي هي من فضة وأكواب الشراب كالزجاج في صفائها قواريرا من فضة قدروها تقديرا يعني الكوب يأتي فيه الشراب على القدر الذي يكفيك بدون زيادة وبدون نقصان هذا والله أعلم سلام عليكم